موسيقى قمة سعودية أمريكية مثمرة لبحث قضايا الإرهاب وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين روحاني يتعهد بعد إعادة انتخابه بتحقيق فتاح أكبر لإيران بعد أكثر من ثلاث سنوات نيجيريا تحتفل بلم شمل فتيات تشيبوك المحررات من بوكو حرام موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم وصل عدد كبير من رؤساء دول ورؤساء الحكومات إلى الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تعقد اليوم بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وستبحث القمة تعاون المشترك مع الولايات المتحدة إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وسبول مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى ولقت القمة العربية الإسلامية التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرياض ترحيبا كبيرا على المستويين العربي والإسلامي حيث تأتي في ظروف معقدة يمر بها العالم وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرياض يوم أمس عددا من اتفاقية التعاون أبرزها اتفاقات تعاون عسكرية بقيمة 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصب إن بلاده منحت تراخيصا للاستثمار بالسعودية لـ 23 من كبرى الشركات الأمريكية التفاصيل في التقرير التالي زيارة ترامب ستعزز تعاون الاستراتيجي وستحقق الأمن والاستقرار للعالم هذا ما أعلنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الزيارة التاريخية والأولى له التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية ثلاث قمم تاريخية دعا إليها الملك سلمان بمشاركة ترامب وزعماء وممثلي نحو 55 دولة إسلامية في سعي إلى إعادة تشكيل استحقاقات المستقبل وتعميق العلاقات الدولية على أسس الشركة والتسامح ومكفحة الإرهاب والعنف وحماية الدول من المخاطر الإقليمية والدولية أولها قمة سعودية أمريكية عقدت بين الجانبين في قصر اليمامة بالرياض شهدت توقيع الرؤية الاستراتيجية المشاركة بين البلدين شملت اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار ستوفر مئات ألف الوظائف في البلدين في مجالات الاستثمارات العقارية ونقل الجو لشراء طائرات وثلاث اتفاقيات في مجال التعدين وتطوير القدرات البشرية كما تم توقيع عقود عسكرية بقيمة 110 مليار دولار تشمل تجهيزات دفاعية وخدمات وتعزز قدرة المملكة للمساهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة وصفقات عسكرية قيمتها 350 مليار دولار على مدى العوام العشر المقبلة اتفاق الصلاح الأمريكي السعودية تضمنوا تعهدان بتجميع 150 طائرة هليكوبتر لشركة لوكهيد بارتن من نوع بلاك هوك في السعودية ومن المتوقع أن تتيح هذه الصفقة البالغة قيمتها 6 مليار دولار حوالي 450 فرصة عمل في السعودية من جهتها وقعت مجموعة جينيرال ألكتريك الأمريكية للتكنولوجيا والهندسة صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية في إطار مسعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط وتتضمن المشاريع قيام المجموعة بالمساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباب السعودية وتوفير التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية بهدف تحسين الإنتاجية السنوية بما قيمته 4 مليار دولار في شركة النفط وفي قمة أخرى يوم الأحد يشتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون فضلا عن ذلك يجري ترامب قيمة عربية إسلامية مع قادة وممثل الدول الإسلامية لبحث سبل بناء شركات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع تهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف والعمل على تعزيز قيم التسامح والاعتدال من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية التي أعلن عنها خلال زيارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة موجهة ضد التأثير الإيراني السيء في الشرق الأوسط ودع تيلرسن في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد فوزه بولاية ثانية إلى العمل على تفكيك ما أسماه شبكة إيران الإرهابية وبوقف اختبارات الصواريخ الباليستية أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بين أمريكا والسعودية سوف يتصدى للإرهاب في المنطقة واصفا تلك الاتفاقيات بالتاريخية وغير المسبوقة في اتساعها وتنوع مجالاتها كما أكد الجبير أن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب كما قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي إن المملكة قررت من خلال رؤية المملكة لعام 2030 التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق ومن جانبي أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في كلمة ألقاها خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الأول لعام 2017 أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وأشهد الوزير الأمريكي بكلمة للمنتدى بالرياض بجهود المملكة تنظيم مثل هذا الحدث بهذه السرعة بما يؤكد قدراتها الإدارية القوية التي ستلعب دورا مهما في تحقيق أهداف رؤية السعودية لعام 2030 فاصل قصير ونواصل نشرتنا أبقوا معنا أهلا بكم من جديد فاز رئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 57% من الأصوات مقابل 38.3% من الأصوات حصل عليها منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي وبعد إعلان فوزه قال روحاني إن شعبه اختار طريق التوافق مع العالم ورفض التطرف مضيفا أن الشعب الإيراني يرغب في العيش بسلام وصداقة مع بقية العالم ولكنه لا يقبل بأي تهديد أو إذلال هذا وتعهد رئيس الإيراني حسن روحاني بانفتاح إيران على العالم وتحقيق الحريات التي يتوق لها شعبه في لغة خطاب متحدية لمعارضه المحافظين وقال روحاني إن رسالة الشعب الإيراني كانت واضحة خلال الانتخابات وهي اختيار طريق التفاعل مع العالم بعيدا عن العنف والتطرف من جانبه أن الرئيس الفرنسي منويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني على فوزه بولاية ثانية ودعاه في نفس الوقت إلى الالتزام بالاتفاق النووي وقال ماكرون في بيان إن إعادة انتخاب الرئيس روحاني تعزز الأمل بأن تطبق حكومته بصرامة الاتفاق التاريخي الموقع في الرابع عشر من تموز يوليو لعام 2015 والذي أتاح إيجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي وبدء مرحلة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي وأكد ماكرون أنه سيطلب من حكومته العمل بقوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع إيران في سوريا شنت قوات الأسد هجوماً مدفعياً على بلدتي تل ذهب وبلدة الطيبة في منطقة الحولى شمال مدينة حمص بحسب ما أفد به ناشطون وأوضح الناشطون أن القصف أسفر عن جرح ستة مدنيين بعضهم في حالة خطرة أعدم تنظيم داعش 19 مدنياً بينهم طفلان وامرأتان في قرية تسيثر عليها قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور في شرق البلاد وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وبحسب المرصد فقد تسلل مسلح التنظيم المتطرف إلى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحادي لمحافظة الرقة حيث عامدوا إلى إعدام المدنيين وخطفوا ثلاثة مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن ينسحبوا السبت قالت قيادة عمليات قادمون يانينوى في بيان لها إن قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع حررت الجزء الجنوبي لحي السابع عشر من تموز يتم بذلك إكمال تحرير منطقة السابع عشر من تموز في الساحل الأيمن من مدينة الموصل مضيفة أنه تم رفع العلم على مباني الحي بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات بالرغم أن داعش حصل على كميات من مواد كيموية خلال احتلاله الموصل ومناطق أخرى في العراق وسوريا إلى أن هذا التنظيم لم يتمكن من إنتاج أسلحة متطورة من هذه المواد كما لم تحدث صواريخه التي حملت مواد سامة سوى اختناق أو تسمم في أقصى الحالات الزميل حسام الأحبابي وتفاصيل كانت هناك شكوك بأن داعش امتلك مادة الخردل في الموصل حتى عثرت أخيرا قوات الرد السريع العراقية على كميات من هذه المادة معبأة بأصابع بلاستيكية ومعدة لدمجها بقذائف تم تصنيعها داخل معمل في باحة مسجد حي الاقتصادي شمال غربي الموصل إلا أن قادة عسكريين عراقين أكدوا أيضا أن هذه المواد بدائية الصنع ولا تسبب سوى الاختناق والتسمم في أقصى الحالات عند استنشاق أدخنتها داعش لم يحتفظ بهذه المواد في مكان واحد بل وزعها بكميات معينة على أماكن متعددة من الموصل ومنها ما عثرت عليه القوات العراقية في قضاء الحمدانية ضمن الساحل الأيسر للمدينة حيث وجدت براميلة كانت معبأة بمواد كيميائية متنوعة فظلنا عدم ذكر أسمائها خشية استفادة الإرهابيين منها هذا البوري هذا مسوي صاروخ بمرحلة هذه الزعانة في موادته هذه كلها تصنيع محلي هذه المواد الساعد على انفجار هذه المواد هذه خليط من المواد الساعد على انفجار مواد كيميائية مواد زراعية كلها مواد سامنة ومواد كيميائية سريعة للانفجار كما اكتشفت القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل ان داعش سعى الى تحضير كميات من هذه المواد السامة في الجانب الايمن للمدينة وبالفعل استخدم بعضها خلال المواجهات في منطقة باب الطوب غربي الموصل داعش كان يمتلك مواد كيميائية لكنه لم يتمكن من تطويرها حسب ما اكد خبراء ومختصون وبقيت محاولاته بداية ولم تحدث قدرا مهما من الضرع كما لم تكن عملية اطلاق الصواريخ التي تحمل هذه المواد دقيقة مواد كيميائية متفجرة شان يستخدمها داعش استخدمها عينات عينات من عدها يستخدمون الغرض التفجير كان داعش يحاول خلال السنوات الماضية استقطاب علماء من دول العالم لغرض تصنيع اسلحة تحمل مواد كيميائية اكثر تطورا الا انه لا دلائل تذكر على تمكنه من استقطاب هكذا علماء اما الخبير الكيميائي السوري نوري بريمو وبعد اطلاعه على وثائق كشفتها اخبار الان حول مساعي داعش تصنيع اسلحة كيميائية في الموصل وسوريا فقد اكد في تصريح سابق لاخبار الان ان تحضير التركيبات من قبل خبراء داعش تظهر انهم سوريون وعراقيون عملوا بالفعل على هذا الملف اعتقد انه رح يكونوا لازم قريبين لازم سوريين وعراقيين لانه التسميات ولهجات الكتابة وكذا توحي الانهم سوريين وعراقيين اذا ووفق معلومات تداولها ضباط عراقيون فان معظم المواد الكيميائية التي حصل عليها داعش كان قد استولى على كميات منها من مشاريع تحلية المياه في الموصل والانبار عند اجتياحه المدينتين الى جانب حصوله على كميات اخرى عثر عليها داخل مقرات للجيش السوري لدى احتلال التنظيم محافظة دير الزور الحدودية السورية مع العراق شهدت نيجيريا حدثا مؤثرا حيث تم لم شمل فتيات شيبوك الاثنتين وثمانين المحررات من جماعة بوكو حرام الارهابية على عائلاتهن بعد فراق دام سنوات عملية لم الشمل تمت في العاصمة ابوجة وفي احتفال رسميا مؤثر بعد اكثر من ثلاث سنوات على اختطافهن حين كنا تلميذات من قبل بوكو حرام المتشددة هذا وتأخرت عملية لم الشمل لان مسؤولي الامن ارادوا استجواب الفتيات والتحقق من اعمارهن وهوياتهن ووفقا للتقديرات فان وإلى مئة من تلميذات تلميذات شيبوك المختطفات لا يزلنا مفقودات وقالت الحكومة النيجيرية انها تتفاوض للإفراج عن اللاء ما زلنا في الاسر في اليمن قدمت دولة الامارات مساعدة طبية عاجلة للمحافظات اليمنية الجنوبية للسيطرة على وباء الكوليرا استجابة لنداءات منظمة الصحة العالمية التي حضرت من ظهور اكثر من ثلاثمائة الف اصابة جديدة بالمرض في اليمن وتمثلت المساعدات في مضادات لمرض الكوليرا كما سيرت قوافل علاجية تتضمن ادوية ومحاليل وسوائل وريدية كما يتم تجهيز شحنات علاجية عاجلة خلال الايام القليلة القادمة لتسيرها الى المراكز الصحية والمستشفيات في عدة محافظات من كوبا فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن بمشاركة عدد من رؤساء الدول اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنورت اقراص فقارية من الخلايا الجدعية تمكن اطباء بيطريون من خلال تجارب على كلاب من تجديد الانسجة الغدروفية تلف الموجودة بين فقرات الظهر لدى تلك الكلاب بواسطة خلاياها الجدعية وعندما تتدهور الانسجة اللي فيها الغدروفية بالعمود الفقاري مع تقدم العمر ينتج عنها الم شديد وربما الشلل الى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت بدلة على شكل عنكبوت لمساعدة رواد الفضاء على استكشاف المريخ صممت شركة لوكهيد مارتن التابعة لوكالة ناسا بدلة لرواد الفضاء ذات ثمانية ارجل يمكنها مساعدتهم على الزحف او المشي او القفز عبر سطح اقمار المريخ عندما تصل البعث الاولى لرواد الفضاء للكوكب الاحمر بحلول الفين وثلاثين والتي ستستغرق عاما كاملا اما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت ام تتبرع لابنتها برحمها اجرى اطباء من الهند اول عملية زراعة رحم في الهند تبرعت به ام لابنتها البلغة من العمر واحدا وعشرين عاما بعد ان ولدت من دون رحم واستغرقت العملية تسع ساعات ونصف الساعة ونجح خلالها الاطباء في نقل وزراعة الرحم اما صحيفة القدس فقد عنونت فوائد الكرز لا تعت ولا تحصى قالت دراسة جديدة ان تناول كأس من الكرز يعادل ما يحتوي خمسة وعشرين نوعا من الفاكهة والخضار من نسبة الفيتامينات والمعادن كما ان كل حصة من الكرز تحتوي على نسبة من مضادات الاكسادة اكثر مما تحتويه حصة من الموز والجزر والبطيخ مجتمعة كما انها تحتوي على مضادات اكسادة تعمل على زيادة منعة الجسم اما صحيفة الغاد الاردنية فقد عنونت الاستجمام على الشواطئ قد يكون سببا للوفاة المبكرة اكد علماء بريطانيون ان الاستجمام او الاستلقاء على الشواطئ لفترات طويلة قد يتسبب بالوفاة المبكرة احيانا واوضح العلماء ان الاشخاص اثناء الاستجمام وقضاء العطل لا يغيرون عاداتهم الغذائية ويقل نشاطهم الحركي ما يؤدي الى ضمور العضلات وتراكم الدهون الضارة في الجسم الامر الذي يعد من اهم المؤشرات التي تنذر باحتمال الاصابة بالطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي قد تؤدي للوفاة المبكرة افتتح العاهل الاردنية عبدالله الثاني في منطقة البحر الميت اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت شعار تمكين الاجيال نحو المستقبل بمشاركة عدد من رؤساء الدول واكثر من الف ومائة شخصية من قادة الاعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من اكثر من خمسين دولة تمكين الاجيال نحو المستقبل العنوان العريض للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي افتتح في البحر الميت بمشاركة عدد من رؤساء الدول واكثر من الف شخصية من قادة الاعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من اكثر من خمسين دولة المنتدى الاقتصادي يلعب دور كبير خاصة انه يثري اليوم عنصر الشباب كيف الحكومة تساعد الشباب في خلق شركات جديدة كيف الشباب لا يعتمد على الحكومة ولكن الحكومة تدعم الشباب الهدف الاساسي هو دعم مشاريع الشباب وايضا نحصل فرص الى تشجيع الشباب للخراط في قطاع الاعمال ايضا في هذا المنتدى لاحظنا دور كبير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وابرز ما في هذا المنتدى هو دور الشباب اكثر من امية شركة صغيرة وناشئة اتت بدعوة خاصة من المملكة الهاشمية للمشاركة في هذا المنتدى ويأتي هذا العنوان لتمكين شباب الشرق الاوسط الذي يعيش في بحر واسع من المتغيرات المستمرة حتى يستقر ويعيش كاقرانه في كل مكان هذا واكد المشاركون على ان التحديات الصعبة التي يواجهها الشباب في المنطقة عليها ان تدفعهم للتشبت اكثر بالامل يصحبه العمل الجاد ليمكنوا انفسهم بالادوات والمهارات المطلوبة المنطقة مليئة بالتحديات ومش بس التحديات الظاهرة الارهاب والعنف والحروب الاهلية والمنظمات الدموية اللي بتخرب المجتمعات وانما التحديات الحقيقية زي تراجع التعليم زي الرعاية الصحية اللي لا برامج لها اللي التراجع الاقتصادي البطالة في عدد الدول العربية نسبة البطالة في المملكة الدولة الهاشمية بلغت اعلى نسبة منذ 11 عام ووجود العمالة السورية في مختلف مناطق المملكة خاصة غير منظمة والغير مرخصة لا شك انها تزيد في هذا الاعباء وهذه دعوة ايضا لضرورة اخذ هذه الامور فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل والحصول على تصريح العمل لتنظيمهم بشكل يضمن حقوق الاردنيين بشكل اساسي واللاجئين ايضا ولعل من اهم الملفات التي تشغل الرأي الاقتصادي في هذه المنطقة الموجه لها هذا المنتدى هو ملف اللاجئين السوريين والاعباء التي القيت على كاهل الدول المستضيفة وشح المعونات التي من شأنها الوقوف مع تلك الدول التي هي تعاني بالاصل من نكسات اقتصادية متتالية اثرت على اقتصاديات مواطنيها الواقع الاقتصادي للاردني والمنطقة وارتباطه بملف اللاجئين كان الاكثر حضورا خلال جلسات هذا المؤتمر الذي اكد على ضرورة الاسراع بحل ينهي هذا الاستنزاف المادي لدول الجوار والمعنوي للاجئ السوري لأخبار الآن دانيال معيطة من مركز انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي منطقة البحر الميت اظهرت دراسة حديثة ان انبعاثات اكسيد النيتروجين اناجمة عن المركبات العاملة بالديزل تسببت بثمان وثلاثين الف وفاة مبكرة في العالم عام 2015 فقط تفاصيل هذه الدراسة في تقرير الزميلة حنان ظاهر النيتروجين مكون اساسي في الغلاف الجوي لكوكبنا بل ان نسبته هي الاعلى بين الغازات في الجو لكن هذا الغاز المهم اذا اصبق بكلمة ثاني الاكسيد يصبح رمزا للموت المبكر اذ تسبب انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين الناجمة عن احتراق مادة الديزل التي تعمل بها معظم المركبات عن الاف حالات الوفاة المبكرة هذا ما اكشفت عنه دراسة نشرت نتائجها مجلة النيتشر وتقول بان المركبات العاملة بالديزل تسببت بثماني وثلاثين حالة وفاة مبكرة في العالم عام الفين وخمسة عشر فقط وسجلت ثمانون في المئة من هذه الوفيات في ثلاث مناطق هي الاتحاد الاوروبي والصين والهند بحسب الباحثين وتعتبر اكسيدات النيتروجين بينها خصوصا ثاني اكسيد النيتروجين من غازات العواند من مضررة بالجهاز التنفسي وبات معلوما منذ العام الفين وخمسة عشر ان فولزباكين وغيرها من الشركات المصنعة للسيارات استخدمت آليات ترمي الى التقليل من المستوى الحقيقي للانبعاثات التي تبلغ في الواقع معدلات اعلى بكثير على الطرق مما تظهره الاختبارات المخبرية المخاوف تتزايد في ظل واقع يقول بان السيارات العاملة بالديزل تنتج خمسين في المئة من اكسيد النيتروجين الزائد مقارنة مع الحدود الرسمية المصرح بها بحسب ما اوضحته منظمة المجلس العالمي لوسائل النقل النظيفة ضمن الجهود العلمية الحثيثة لاجد علاجات فعالة لايقاف نمو الاورام السرطانية بانواعها المختلفة طور مركز امريكي جسيمات نانوية جديدة لعلاج سرطان الدم تفاصيل الدراسة مع عبير عبدالله طور علماء مركز ابحاث السرطان الامريكي جسيمات نانوية متناهية في الصور قادرة على محاربة الاورام الخبيثة وذكرت مجلة طبية ان هذه الجسيمات قادرة على الالتحام مع مستقبلات الخلايا الغريبة الموجودة في الجسم كخلايا السرطان وبعد تتوجه تلك الجسيمات الى الخلايا التائية المناعية الموجودة في الدم لتبرمجها على مهاجمة الخلايا السرطانية واشار الاطباء ان الاختراع الجديد يعد ثورة في مجال معالجة السرطان فكل الطرق السابقة تعتمد على اخراج الخلايا التائية من الجسم وبرمجتها على التعرف على الخلايا السرطانية ومن ثم اعادتها للدم اما الجسيمات الجديدة مصممة لكي تحقن في الدم مباشرة وتقوم باعادة برمجة الخلايا التائية واضافة الاطباء الى ان اهم الاسباب الاصابة بسرطان الدم اولا التعرض للاشعاء والاشعات الضارة مثل اشعات اكسيغاما والاشعاء العلاجية فهذه الاشعات تؤثر سلبا على انسجة الثدي والغدة الدرقية ونخاع العظم ثانيا التدخين هي عادة سلبية تؤدي الى الاصابة باكثر انواع امراض السرطان ثالثا المواد الكيميائية تعتبر التعرض لها مثل البنزول سببا للاصابة بهذا المرض اطلقت شركة واتساب تحديثا جديدا يحتوي ميزة من شأنها ان تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات المختارة في اعلى القائمة حتى في حال تلقي المستخدم رسائل عديدة من المحادثات الاخرى وذكر المصدر ان هذا التحديث اطلقته الشركة كمرحلة اولى لمستخدمي نظام التشغيل اندرويد وسيتمكنون من تحميل التحديث خلال الايام القليلة القادمة ولكن مستخدمي ايفون سوف يضطرون الى الانتظار لفترة اطول قليلا ومن المرجح ان يأتي في وقت ما في المستقبل القريب قبل انوديعكم اليكم تذكير بابرز العنوين قمة سعودية امريكية مثمرة لبحث قضايا الارهاب وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين روحاني يتعهد بعد اعادة انتخابه بتحقيق فتاح اكبر لايران بعد اكثر من ثلاث سنوات نيجيريا تحتفل بلم شمل فتيات شيبوك المحرارات من بوكو حرام وصلنا الى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا لطيب المتابعة نلتقيكم بعد اقل من نصف ساعة في موجزين الاخبار الى اللقاء اشتركوا في القناة